نحاولون نفهم وما حصل أمس في مجلس نواب الشعب مع ضيوفنا في مديشو سيد نوردي البحيري رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بسيدات وسيد المستمعين شكرا جزيلا إذن لسار البي راح داخل الجلسة اللخبة ترفع الجلسة تم التصويت الساعة على العنوان لا يمر ثم تعديل أول لا يمر ثم تعديل ثاني لا يمر ترفع الجلسة في مناسبتين مرة من رئيس كتلة التلاف الوطني مرة من عند سيدك ثم تغادر اللجنة تغيب اللجنة يتغيب مثل الحكومة ويتغيب تدريجيا النواب ويصير خلاف نواصلوا ما نواصلوش وترفعوا الجلسة لخبة في مجلسة نواب الشعب لأنكم عجزتم عن الحصول أو ضمان الأغلبية لصالح التعديلات المعروفة سابقا سابقا وتعديلات جديدة مازالت غير رسمية هذا اللي سارة البارح بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شهر وسليل رب إن شاء الله يحمينا مهل التنجيمة ضي ويحمي بلادنا من المنجمين سيب بكر بداية تسمح لي خليل نحيي ولداتنا اللي عدوا في الباكالوريا واللي هاللخطة اللي قاعدة تحصل أو يهموا فيها بنا تحصلت نجم تلخبت لهم مورهم لكن رب إن شاء الله ينجحهم وقالوا مطمانوا البلاد راي ماشي على السكة وانجحوا بركة وما عندكم يكونوا رجال هاكو باكالبجوية تعطيتوهم لهم وكذا توينجحوا رب ينجحهم إن شاء الله رب ينجحهم وما يخافوش من بلادهم وبقدرة الله يتمانوا وما يهجوش من يتمانوا على مستقبلهم قدرة الله كما نصحوا يتمانوا نصحوا واثنين تسمح لي مبلغ نداء أنا مش عارف أنتم علنتوا في اللي داعا كونوا ثم لقاء اليوم معي والحشك مكة واللي بارش فلاح من مختلف جهة الجمهورية ووجهوا نداء استغاث وهو سبقلوا كان تعملوا مزيئة تأكدوا عليه نداء استغاث الحكومة في حاجة اليوم أسعار الغلال في حالة انهيار شامل انهيار معناها يمكن يهدد آلاف الفلاحة بالإفلاس خلينا من الحرائق وخلينا من الكوارثة الطبيعية وخلينا من التعويضات المتعامناه والولتعامناه اللي ما زالت مجاتهمش رغم أنه فيها قررتها مجالس ويزارية اليوم كل الغلال أسعارها تشهد حالة نهيار بما يهددهم بالفلاس ما يخلصش مش المصروف ما يخلصش العشرات المصروف نداء للحكومة نداء للحكومة باش تنقض فلاحة دومها بحشين أولا تحمي مساك التوزيئ وثانيا تسمح لهم بالتصدير تسمح للفلاحة باش يصدر الغلال لانه لو يتواصل الأمر معايا الوحدة طيب نلقاه وغلط تونس وكلها مكدسة في الويدان ومكدسة في الشفرة مسبوحانها بروب التصدير يمشي الأقرب جسد المعلومة يمشي الأقرب إدارة جهوية للفلاحة منذوبية جهوية للفلاحة يعلم يخوف بالوقت التصريح والسماح بالتصدير شوف إنقاذ إنقاذ الفلاحة والفلاحة يتطلب جهوية كبيرة يزم التصال بهم وتشجيحهم وتسيينهم يزم برش خدمة برش خدمة معناها الدولة الآن يزم تقوم بحملة وخدمة من أجل أنها تعين الفلاحة اللي نظم الفلاحة متفمش وما عنداش مكانيات وما عنداش علاقات كذا ولذلك خلينا نوجه باسم فلاح تونس ياولادي رأي البلاد مش نهار لقدر الله لو نهرت الفلاح ونهار الفلاح ورب يحميهم مشارك كذا اثنين نحن إذا كانت حب نحكو بموضوعية طيب نلقوا رواحنا في وضع وإذا كانت حب نحكو علاشي حكيت على المناجمين حب نحكو في إتار معناها مزايدات سياسية محاولات لإظهار معنا البلاد في حال ترتباك طيب نصل النتيجة أولا نحن نقبل قانون البارح صادقنا رأي نقبلها ما شفو حد ولي أول مرة في تاريخ تونس على قانون الهيئة الوطنية والترمية باستدامة وحماية حقوق اللاجئة القادمة وهيك أولا ما شفووش شفو حد ومقال حتى حد ومر بيغلبي مريحة ومر بيغلبي مريحة وهذا مكسب للتواسط ومكسب اللاجئة القادمة هذا اللي أول مرة يصير مدام المجلس يزمنا نشوهوه ونسبوه ومدام الغاية الباهي نردموه وخبيوه ما يحكي لي حد والخيب إذا كان ثم وإذا كان ما ثماش الرجوع الخيب أي سيد البارح شوه نحن البارح عنه نقاش في حول المصارق على مشروع تعديل قانون الانتخابي اللي هو وصل للمجلس عنده أكثر من ثمانية شهر وتم نقاشه في الليجان وحصل تحوله توافقات وتعدل لاجتوافقات وحصلت حول توافقات وتحال للجلسة العامة وتعدل اللي يسابت مناسبها بساعات بحكم تزاحم معناها البرنامج بساعات بحكم اختلاف حول بعض التفاصيل واتفقنا على نقطين مهمين فيها القانون هضي بسألت العتبة اللي كانت لحكومة مقترحة 5% اتفقنا على تنزيلها 3% بشناسبها الأكثر معناها عدد من المستقلين وأكثر عدد من الحزاب الصغيرة وأكثر معدد من المجموعة باش تنجب تفوز بمقعد ومسألت معناها رفع التجميد على معناها بعض المنتمين لنظام السابق فيه معناها وضويت ما كتب الاختراع هذا يولا عوضو في البرلمان ولا رجمورية وانا ما عم بشكون عوضو في مكتب الاقتراع يعني ما عندهش معناي يعني ما عش عنده حتى معنا خلنا البارح للجلسة العامة للأسف الشديد والناس بحبش يجاوب قال ما نعرفش قال ما نعرفش طالما نقولك شكل ما انت نكرها طوانا كيجين قدموا اقترحة عديل يعني بس بكت حركة النهض قدموا اقترحة عديل كلما يجمعها راني الفاصل العضاية نوافق عليه بشرط انك بدلولي الفقرة هذه والفقرتين وقولي به اخي كان انا قدموا التعديل والناس قابلته ونتراجع عليه في الجلسة ونقول لي ضد شي قدمته انتنكرت وانتنكرتش فهمني بالفلفل معناها اللي يتنكر والنتنكر البارح وضايا مش في حاجة باش نذكرين اللي تنكر البارح هو اللي يقدم مقترحات في جلسات التوافق في جلسات اللي جان ووفقناها لهم مشي انا معاك قلنا له حاضر اوكي موقفك صحيح وباه وهنا مش نصوته معاك يشي في الجلسة انا نصوت على مقترح هو هو يصوت ضد مقترح معقولة هذي شكون هذا معنش لتلاع معنش لتلاع الكامل انا ما حبش سمي شوف البلاد في حالة متاع تجرب وفي حالة متاع تشخيص وفي حالة متاع معنها سقوط حالة نيار اخلاقي وقيم وكذا ما نكمل شعله ما حبش كون شريكا او ما نحب نقول انا عارو كون حال في كونت الحركة الناهذا ونحن أولاد الناهذا وقت اللي نلتزمه بحاجة حتى لو كانت تكون مخالفة لخياراتنا رانا نوفيه به نحن التزمنا ودخلنا للجلسة العام حسب اتفاقاتنا مع كل الكتل تقريبا بس لنا اختلاف جزء مع كتلة الجبه الشعبية لأسف الشديد نلقاوا الناس اللي نسيجبنا لما طالبهم في التعديل هم اللي نتنكروا التزامات هذا يمش به مش أول مرة يصير في الجلسة العام نحن مرة كان عنا اتفاق مكتوب كتلة تيدياتوس ما صوتتش مثلا نحن كان عنا اتفاق مكتوب خلنا نذكر كياسيب بكر في موضوع معين كان عنا اتفاق مكتوب بينه كل ممثل الكتل دخلنا الجلسة بعض الكتل صحت صوت ضد واحد منهم سألو وقلت شبيك يا صوت ضد قالوا مول الله سألو حاجة ما كونش فهمك كاك يا دي حال مش بيه بغيرة مش بيه اللي بلاد اللي في حاجة والعامة في حاجة والتوانسة في حاجة إلى ما يعز ثيقتهم في المؤسسات إلى ما يعز ثيقتهم في النقبة السياسية إلى ما يعز ثيقتهم في الحزاب إلى ما يعز ثيقتهم في النواب مثل العمل هدية تمسل ثيقة في الصميم بي ونخاف أنه تكون غاية موش وتعطيل تمرير تعديلات على القانون الانتخابي فقط اللي مجاد البارح عند أكثر من 8 شهر ونس كون قابلة به بل ارباك لوضع السياسية العامة في البلاد واعطاها صورة غير باها بحيالة تونس سينوردين بحيالة كتلة حركة النهض البارح حضر 46 نيب لحركة النهضة فقط رغم التعبئة وحضور رئيس الحركة وبيان مكتب تنفيذي بماذا تفسر هذا؟ البارح حضر من كتلة حركة النهضة 54 نيب في تجيل حضور المرة الثانية لأنه سجلنا حضور مرة أولى وثم وساوتنا على بعض حصول القانون اللي سابقوا كذا وبعد سجل الحضور في الحضور المرة الثانية حسبوا 40 لكن بعد سجل الحضور حضروا منهة البقية من 54 ولما يتغيب منهم إلا زوز لأسباب جاتما أسباب طارع وحضروا خيان الغايبين أغلبهم في في السفر ولذلك حضورنا كان في حدود 54 55 في السفر مسافرين للتزامات منهة برنا منهية والتزامات مهنية لا لا نحنا تعرف لحد إن شاء الله عنا 12 ولاية في انتخابات أولية وعلى كل حال هذه محكي لا حد شيء بكر لأول مرة في تونس حزب سياسي يعمل انتخابات أولية داخل قواعده باش يختار مرشحيه لانتخابات البرلمانية هذا شيء كبير فما حزاب أخرى عملتها لحد علمي تحية تونس عمل نفس طريقة ما عملتها للا النهضة أما دم عملتها النهضة فابيان على حد علمي ما دم عملتها النهضة يزم غطو عليه يودي تارش ما نهه ديمقراطية داخل الحزاب تارش ما نهه ما نجيبك في الموقع في موقعنا في موقعنا نحن في موقع موزيك تلقاه وراو كتبنا لي صارت مشكلة في القسرين صارت مشكلة في القسرين فاتم تاعي سينوردين العرباغي من المركز لانو ما تمش انتخابه انتخاب نوردين العرباغي لانو ما تمش انتخاب سينوردين ياسيبو بكر راو كي نبشروا كي نشجعوا مثل مبادرات بتاع الديمقراطية هذه راو ليسال حتونس مجلسانها النهضة سينوردين أرزع لي القانون الانتخاب حضورنا كان في حدود 54-55 والمتغيبين كانوا بسبب سفر في أغلبهم بسبب الكذا والأخي المعنيين بجلسات الانتخابية متعقدوا بنسبة تسولسي في المئة منهم حاضرين في الجلسة خلوا جهاتهم وجاءوا رابطوا في مجلس نواب الشعب من نهارة معناها الاثنين ولذاك اعتبروا ان احنا ذلنا جول ولكن نحب نقول للأسف الشديد للأسف الشديد بعض الأخيين اللي تعاهد والتزموا معنا أخلوا باتزاماتهم الاتفاق الكبير سار بين حركة النهضة تحية تونس والكتلة الكتلة التدريف الوطني كتلة المشروع هذوما ثلاثة أساسا الطيار الديمقراطي اثنين لا 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 استوفقات ما فياش طيار ديمقراطي لا لا نحكي عليها ما قبل الجلسة لا خليني احكي لك لا نحكي لك علي ما قبل الجلسة توفقات حول تعديلات في القانون التخاب يتتعلق بالفصول اللي تعرضت البارح انت على العتبة انت تحكي على ما ورائيات خلينا حكوا على السارة البارح هنا مهمة لما اعتيني البارح انتحبوا انكارها وهي موجودة جايها جايها باي؟ جايها السقوط البارح انا مش ما ورايات السقوط البارح هو الحقيقة الواقع المتفق عليه عندك مد قولوا يا سيبوبكر خليني قولوا الناس رو ثم مشروع يهم الحياة السياسية في البلاد ويهم القانون الانتخابي حاولوا اجماع داخل كل الكوتل سقطت لانو بعض الكوتل اللي التزمت وتعهدت موفادش بعهدها ونحن كل حال كنت تتحركتنا هذا كنا وفي اهودنا رقمالي كنا مع الخمسة في المياه نحن وقبلنا نهبطل ثلاثة في المياه وثلاثة في المياه اللي سالح هذه الكوتل السغيرة ولي سالحهم مسقلين ونحن اليوم وضعون في وارته وضعون في وارته اللي هي بين رقبتنا في أنه نهبطوا العتبة حتى نسمحوا العوسى الطائفة من المسقلين وشخصية الوطنية والحزاب الصغيرة بشكوم ممثلة في البرلماء وبين انه نطلعين العتبة الخمسة في المياه وهذا يحرم معناها برشا مسقلين وبرشا معناها حزاب صغيرة ماناة تكون ممثلة بين خيارنا في حياة سياسية تقوم على الادماج وعلى التشريك وبين خيار اخر خيار معناها ياسعى الى معناها اقصاء مجموعة كبيرة متوازة لانه ما عندهمش الحجم اللي يخولوا المين يخلوه. ما فهمناش الناس اده مش عبوا. وكان ميدعوه معناها الى انه ان اعتمدوا قانون الانتخابي على القايمات باش يهزى حزب حزب واحد. انت انا ما لتزم انت انا من هنا تخرج الكلمة تخرج الروح تخرج الروح هذي ما نقفوها ولا ولا يلتزم يعطي كلمة وعطيها رقبته. حتى لو كان شي كده. وثم انا كيف كعطيت كلمتي. وعطيت كلمتي سمعني اكمل لك. ما قلتش كون تنكرت او مش نعرف. ودورت لي حاجة جديدة. دورت لي حاجة جديدة. تي ما اقلق منه اخو الجلسة. يعايتونا ويقول اي اجمعها اك اتفقت فيه معاك مقبل. اراني بدلت رأي. اموش اخو الجلسة ويقدرنا ويقدر لبلاد في الحقيقة. ويعطي السورة هذيك. اشكون. حد شروط. حدو شروط. ما تمه شي. ما يحكي معنا حد. ادخلنا حاجة توافق. وهذا كانش قلت انا في الجلسة. كي تلابت رفع الجلسة. اش قلت انا. قلت يا ولدي رأوا النص هذي. نص التعديل. اللي سقط. هذي رأوا موضع توافق. وتما ناس صوتوا تضد وهيل تلبطوا. يا ولدي فهمونا شو اللي صار. منحقك باش تراجع. منحقك. لكن تراجع برجلة. تراجع بشجاعة. ويجي قورة. انا ماشي بتصوت. همالغادرة هذي مش بايه. مش بايه. باي. تقولي شكون. راجع التشجيل. في التلفزة. تعرف كل شي. اختاني بلاس وبكر. ما تلزنيش. نحب نار شكون. ما تلزنيش. هكا ما يجوت قدامك. الواضحات من الفضيحات. نحبش نقول. ربي هذي. ربي هذي ما نخلقك هو. سينودين البحية. نحبش عملنا حملة خبية. هذا جانب. الجانب الآخر. انه هناك تعديلات. مقترحة. تصدر حتى في البيانة بتاع حركة النهضة. التلميح لها. انه عدم استغلال التلفز ومنابر الجميع. الجوامع. وتقديم معناها. وتمويل اجنبي. وكذا. دي كل يستر. في اتارة خلاقة الحياة. قال لا اسياسية. هذا اصدر في موقف رسمي لحركة النهضة في بين امس. وكان متوقعا. وكان متوقعا ان تقدم مقترحات تعديل في هذا الاتجاه. عندك الحق. سيب بكر عندك الحق. لكن انا زال عندي الحق. انت عندك الحق وانا عندك الحق. انت عندك الحق بشتعرف حتى الناس فاش تفكر. ومن حقك. ومن واجبنا. عندي بين رسميا. من حقك. ومن واجبناك حزب سياسية باش نتعامل فيه طرشة فيه التام. يا رحم والديك. والمصدقية. باي. فهمني. وانا زال عندي الحق. لانه ساعات. في عوض نحاول نعاج والصالف شلنا فيه البرح. واللي هو من غير هو مش مش سيصير حد شي. معناها عرفتك الحكاية متاع اللي فيه المربوط والمسياء بحشيك وكذا. هذي هي. هذي هي. فهمني. وبينها من مشاكل اخر انا حكيت تعال الفلاحة. يا خي انت عارفك انه تم اكثر مات الف طالب مهدين بش بسنة بيضاء ولا? عارف. ما يجيوش مئة الف. تقريبا. لا لا اقل برشة. تقريبا. اقل برشة سنو من القبيل. بر عشر الاف. بر خمسة الاف. ان شاء الله واحد. مهم. بر واحد. وراه عائلة وراه مستقبل وراه تضحيات. ولا بعد شنها ولا بعد خلالها. مهي. ارجعني الموضوع. باهي. ولكن رغم ذلك هضايق نجانو. وعارف كونه البارح ثم اسقاط قانون الانتخابات شو ما يتعلق بالعتبة. تسمع فيها والله. هاي. واللي هي الغاية منها هي مسمح فتح المجال. قدام المسقلين وقدام الحزاب الصغيرة بشارك في انتخابات ولا. اي. وتم اسقاط وما يخترحوه. تم حديث هنا موضوع اخر. يتعلق بتعديلات تتعلق بموضوع مهم. انا نقول نحنا مع الحرية. ونحنا ضد الاستثناء. ونحنا ضد انه نعمل قانون على القياس. لو كان حبينا نعملو على القياس. رانا ما مسمحناش بي اه بي اه اه ورفضنا تحديد العمر في انتخابات الرئاسية موترح. اي. ورانا ما مشيناش فيه منعان معناها الناس لعند اه اه واحدة مزدوجة جنسية مزدوجة. ولكن يا اخي زادة. ثم وضع يهدد الحياة السياسية. وهدد البلاد وهدد الديمقراطية. اللي هو. اللي هو. الخلط بين العمل المجيدي والسياسة والدعاء. المنابر. الخلط بين العمل الجمعياتي الخيري وبين الحياة السياسية. التمويل الاجنبي. التجاوزات من هنا وهناك. التدخل الاجنبي اللي هو التمويل الاجنبي وراء التدخل. باي نحن شو مطلب مننا في البلاد كسلط? وشو مطلب منك وحزب ممثل في البرلمان? مؤتمن على الديمقراطية. ومؤتمن على الديماء التوانسة. ومؤتمن على مضاهم وحضرهم مستقبلهم. معنا مسؤولية نحن. ولا الناس اللي اعطونا البلاد هذية في الفين وحداش. بثورة. سألت فيها موش ديما الفين وحداش فقط سألت فيها ديما متاع ستين عام. تضحيات. معناها الرجو هالم شرميتة. ورجو هالم ديكتاتورية. ورجو هالم معنا خيانة. ورجو هالم استقواب الاجنبي. ورجو هالم اذياع وخراب ودمار وحرب اهلية. مو مؤتمنين هالحالة هذية نعن. اعطونا ما انا نحب رجوها لبس. واذا حكونوا ثم مظاهر جديدة بترك نظر نتيجز بينات. معنوش علاقة بهذا. وبترك نظرة على الاشخاص. انا ما عندي علاقة بهذا الجرس. انا عندي ديمقراطية. تقوم على قواعد معينة اضبطها الدستور. واضبطها قانون الحزاب. واضبطها قانون الجامعيات. وتضبطها كل قوين العالم. فيها حاصل حولها ما يهدد وجودها. من واجبي. كنائب شعب قبل كل شي. خليني مع اعتبارات الحزبية. مناجبي كمسؤول في الدورة ان نوضع حد لكل ما يمكن يهدد الديمقراطية بالقانون. مش تو. عيش مش قبل. حتى قبل قبل شنو? عيش تو. ليه مش عيش تو. ما تقوليش عيش تو. ما تسنيش. عربعين يوم لو قبل تقديم القائمات. خليك يش بي عربعين يوم. خلو البلادي هزها الوعد. وقبل البنهارة خلو البلادي هزها الوعد. خلنا تفقوا الساعة. ثم تهديرهم. مثلا مش تهدين. انا ولدي مهدد باش يموت. نرمي روحي باش نحميه ولا نخلي هزو الوعدة خاطر فات الوقت. ما فاتش الوقت. مدام فيها عرق ينبذ. مدام فيها عرق ينبذ. مدام فيها قدرة باش نتحرك ربعه جهد. حتى النار تمريد. مدام فيها اضفرن نجم نخبش بيه ونحمي ونحمي بلادي. ونحمي مستقبلها. ما تعدها لحد. في طار احترام الدستور. في طار احترام الحريات. في طار احترام القانون. في طار ما نضلم حد وما نتعدل حد وما نستهدف حد. سيفهم منه. سيفهم منه انه على القياس. باي خلنا تفقش صافي حاجة. يفهم منه انه على القياس. لا باي هو لازم وانو ش لازم. ثم تقوله لازم. باي مش انا يقول لازم. العالم كله يقول لازم. يفهم منه نعم. النجمي يفهم منه. هذا ديه اعابير موسي مثلا من الت رشف? انا 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 مسميش الناس. هاوا نسمي? لا ما لا insulting. لا حاصلة في ذهني عابير موسي ولا حاصل في ذهني سالح ولا ابرهيم ولا حاصل في ذهني للصديق ولا اللي خلفني. اللي حاصل في ذهني اه حاجة واحده. تونس 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 بالوضع التي يعاشته من خلال المنازيه الاموال الاجنبية الهابتة فيها. عبر الجمعية عبر الجمعية في مال عبر شكون عبر الحزابين ممنوع هاو توا كان بحديز وعلي المغزاوي يقول كلكم متهمين هات هات بلعكس هات وحاسب وانا معك وحتى لو كانت تثبت على حاجة علينا طوا نخرج نعتذر وقلكم سامحوني مش مش نسكر البتين دا مش الدال بتثبت انه فهم امام جامعة غداو في الحملة الانتخابية يدعو للتصويت لحركة النهضة ماذا سيسمى يخدم في خدمة الله مسألنا على البيان يمش مقصر بالمناسبة انه جهل تحيي مش مقصر امام جامعة يسود هذا ولا هذا ما يسود دخلوا في التصويت امام جامعة عنده حتى دخل في التصويت امام جامعة يخدم خدمة يقوم دوره في الدعاية في الدعوة الربية سبحانه وتعالى وفي الدعوة للتقوة والدعوة لخلاص للبلاد والشعب مش في حاجة النهضة مش هي الشعب ومش هي الدولة ومش هي الثورة النهضة جزء من البلاد هذي وحزب والدولة وفي تونس ومسارح التوانسة ومستقبل التوانسة وماضيهم ورجالهم وتضحياتهم فوق الحزاب بين في النهضة سيدي لا هيكة وذلك خلنا نتبقى في حاجة الصعب نحن عنا وضع نحب ونعالجوه ويزننا منعالجوه وما تقول ليس يا رفاة الفوت لانه ما داهم قلت لك تي كيفاش تونكت في دايه نشوف البلاد هازه الواد ونقول لعب سابا معقول هذي هيكة ما أناش مستهد في حد أنا مستهد في نحب نطبق قواعد أنا نسكن فيما بعد حتى على روحك قال يفهم بالغالط نتبق على روحي بتبيع هاي شبيني أنا فوق القانون كمانا تبقت على روحي أنا مقدر تذكر تبق على روحي قال لا يفهم خلاف ذلك يجي نحكي وانتفهموا ونحن مسرين ونحن عنا قناعة أنه البلاد في حاجة إلى إجراء لحماية الديمقراطية وفقت ولكن بدون تشخيص نحن ما نستهد في حد بدون أن تكون ثمها معناها مثل معناها سلطة مطقة للهيات الانتخابات يزم ثمها رقابة معناها قضائية في أجهة معقولة من أجل حقهم في الرد والدفاع لنفسهم الناس اليوم كنت تتوجه لهم شيئا ضاية وبقرارات معلة تحمي حقوق الجميع وتحمي المساوات بين كل توانسة وتحمي الديمقراطية ونحن مناش من جماعة اللي يعملوا قوانين على القياس سنو دين البحيري أنت أدعو إلى إعادة عرض القانون هذا وتمريره أنا أدعو أولا إلى إعادة عرض القانون هذا وتمريره لأنه البلاد في حاجة له ثانيا أنا أدعو زملائي إلى الوفاء بعهودهم والوفاء بالتزاماتهم في المواضيع اللي تحدثنا فيها وتوفقنا فيها أنا نقول أنه نزول بالعطبة من 5% إلى 3% رأيه لسالح الديمقراطية ورأيه لسالح خيار المشاركة والإدماج ماذا بينا ما يدزوش في ترفيه العطبة خلال رفض المختلح لأنه إذا كان ممشاش 3% مش مشي 5% لقدتو الحكومة وأربعة أنا أدعو الجميع إلى الابتعاد عن الحكم عن النواية والاتهامات اللي تنجب طلبك الأوضاع وتقلق الناس ولاد نيعديه في امتحانات وجيبنا نتحاول إذا كان ذا ما حاجة مجموعة إيجي نحكو فيها بقدرة الله ما نوصله إلا للحل اللي فيه مصحة للجميع تونس للجميع وتونس الكل اللي تسمعوا في الحقوق والواجبات ونحن الديمقراطية والحرية خط أحمر ليه جوز الماسبية في حركة النهضة ليه مننا ولا من الحكومة ولا نسمح بيه ليه لنفسنا ولا الحكومة ولا طرف شكرا جزيلا سيد نور دير بحيث بارك الله فيك شكرا